واحد من أقدم المساجد التاريخية في اليمن يعود تاريخ بنائه إلى ما قبل ثمانمائة وخمسين سنة أسسه العالم عمر بن محمد الطيار وسمي باسمه ومنذ ذلك الحين يعد مركزا للعلوم الشرعية بني ذلك المسلطة لأسارات متراوحة منذ ثمانمائة وخمسين سنة تقريبا وكان بداية البناء قام ببنائه الشيخ العالم الفاضل عمر بن محمد الطيار المسلم مسجد الطيار من أقدم المساجد في منطقة التربة وهو أول مسجد أسسه الشيخ عمر بن محمد الطيار نسبة له سمي مسجد الطيار وتقام فيه العلوم الشرعية ولا زالت حتى الآن تقام فيه حلقات ما بين مغرب وعشاوة وتقام فيه مدارس عن التحفيظ وفيبو لا زال مستمر بالصلاة فيه وإقامة الحلقات والعلم والحمد لله يقع جامع الطيار في مدينة التربة ويعد أول جامع يبنى فيها كأحد أعمدة التراث القديم يحمل في جدرانه أسرارا تحوي قصص العلم والمعرفة ويتلألأ بجمال العمارة والفن اليمني يتساءل كثير من الناس حول الجامع وبقائه على بنائه شامخا من ذلك التاريخ ما يقارب ثمانمائة وخمسين سنة لما؟ هذا لحصن الهندسة المعمارية فيه ولحصن العمل فيه ولأنه بني على أساس من التقوى أولا وثانيا لوجود البناء المعماري والحس المعماري في البناء تصميم جامع الطيار ليس مجرد هندسة معمارية بل لوحة فنية تنبض بالعلم والدعوة إلى الله تخرج من رباطه الكثير من العلماء والدعاة المشهورين أبرزهم الشيخان أحمد بن علوان والنظري إلى جانب دوره التاريخي في تخريج الدعاة والعلماء يستمر رباط جامع الطيار في تقديم العلوم الشرعية لطلابه من مختلف مديريات تعز كمنارة علمية وروحية وتاريخية فوزر الحمد قناة بلقيس تعز